في أول خمسة أيام من الشهر الفضيل ضبطت وزارة الصناعة والتجارة 98 مخالفة في الأسواق 19 منها مرتبطة بعدم التزام أو التزام البائعين بالسقوف السعرية لمادة الدجاج مخالفات السقوف السعرية للدجاج خاصة أن التافات سجلت في محلات بأطراف العاصمة ومناطق في المحافظات الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينالي البرماوي أرجع ذلك إلى عدم التزام مزارع الدجاج بالسقوف المحددة فضلا عن عدم تزويد التاجري بفواتير تحتوي على معلومات عن المورد وعنوانه وأحددت الوزارة الأسبوع الماضي سعر كيلو الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار وخمسة وأربعين قرشا وللمستهلك بدينار وخمسة وستين قرشا فيما حددت سعر الدجاج الطازج للمستهلك بديناريني للكيلو